والأهلي بيستعد طبعا لمباراة سوني ديب بطل النيجر في إياب دور ال32 دورة دورة أبطال أفريقيا للأهلي بطلها واللي طوق بها على حساب نديل الزمالك فبالتالي الأهلي النهاردة كان مفترض حيكون في تدريب لكن مستر بيتسو مسلماني قرر أن يلغي التدريب ويكتفوا بالمسحة الأهلي النهاردة أجرى مسحة طبية وهي المسحة الخاصة بالبطولة بطولة دورة أبطال أفريقيا أو الخاصة تحديدا بالمباراة المقبلة عشان يتم المتمنى على جميع عناصر الفريق سواء جهاز فني أو لعبين دي طبعا لقطات من المسحة بتاعت النهاردة ننتجتها تطلع بالليل أو بكرة بإذن الله تعالى ونعرف مين المتاح في المباراة اللي جاي أمام سوني ديب إن شاء الله نتمنى يعني أن لعبين نديل أهلي المصابين بكورونا يتعافوا ونتمنى للمتعافين إنما يجي لهمش الإصابة بكورونا لسه الرسمي ما طلعش بخصوص كهرباء وأفشا برضو أفشا خلاص هو كان أعلى إنه هو سلبي لكن برضو إحنا بننتظر دايما الرسمي لأن فيه مسحة عملت لكل النهاردة فهنشوف نتيجها إيه